بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انقضى نصف عاما على بدء تجربة المجالس البلدية في السلطنة ونقصد بها تلك المجالس التي تشكلت في محافظة السلطنة 11 بعد السباق الانتخابي لعضاء المجالس البلدية والذي جرى في أواخر العام الماضي بموجب قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 على 2011 ومن دون شك هي تجربة مهمة يعلق عليها المجتمع أمالا عريضة في التنمية المحلية والنهوض بالعمل البلدي في إطار السياسة التي تنتهجها السلطنة بقيادة حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه باتجاه تدعيم التجربة الديمقراطية العمانية وتوسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات خاصة تلك المتعلقة بالمجالات الخدمية والمشاريع التنموية على مستوى ولايته ومحافظته حيث يأمل المواطن العماني في أن تكون لهذه المجالس أدوار فاعلة في المحافظات لقربها وقرب ممثلها من واقع المجتمع بما يمكنها أن تعبر وبقوة عن أمال وطموحات المواطنين في صنع التنمية والتقدم على الاعتبار أن هذه المجالس البلدية هي من ثبت حلقة وصل جديدة وجسر تواصل جديد بين الحكومة والمواطن غير أن كثيرين بدأوا يتساءلون عن واقع هذه المجالس مع بدء دوران عجلتها كيف بدأت تنظم عملها وتقوم بأدوارها وفقا لاختصصات الموكلة إلى عضائها حسب القانون وما الذي أنجسته أو بالأحرى متى يمكن أن يلمس المواطن أولى ثمار هذه المجالس أو ما هي التحديات التي تعيق سرعة ولادة الإنجاز أسئلة عديدة نطرحها في هذه الحلقة التي نستضيف فيها ثلاثة من العضاء المنتخبين في المجالس البلدية ليجيبوا على هذه الأسئلة وغيرها دون أن ننظر إلى أي ولاية هم يتبعون وذلك ضغية أن يكون النقاش عاما ومفيدا للجميع يسرني أن أرحد هنا في الاستوديو بالأخ علي بن بارك الرشيدي أضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة الأخ محمد بن علي البادي أضو المجلس البلدي في محافظة البريمي والأخ علي بن سالم المعشري أضو المجلس البلدي في محافظة مصغط مشاهدين فاصل قصير نبدأ بعد حوارنا مع ضيوفنا الكراك إذن نجد الترحيب بكم مشاهدينا ونرحب مباشرة هنا بالأخ علي الرشيدي يعني باعتبارك اليوم عضو مجلس بلدي وبدأت في مباشرة الدور المناط بعضاء المجلس البلدية في مختلف محافظة سلطنة وفقا الاقتصاد الثلاثين الموجودة في قانون المجلس البلدية من واقع التجربة القصيرة وعلى ما وجدتمها على أرض الواقع نتحدث عن أهمية وقيمة المجلس البلدية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نشكر برنامجكم ونشكرك للأستاذ يوسف على تاحة الفرصة لأعضاء المجلس البلدية بالمشاركة في هذا البرنامج بداية التنذيب بدأ نشكر مولانا حضر صاحب قرارة سلطان قبوش من سعيد البعض على إرسائه الديمقراطية في هذا البرد وعلى تفضله بإنشاء أو بالأوامر بإنشاء قانون المجلس البلدية حقيقة الأمر المجلس البلدية هي لإبراز الدعائم الحديثة نحو مسيرة النمو وتقدم في هذا الوطن وهي متخصصة في العمل البلدي من حيث قيامها بتقديم التوصيات والمقترحات والآراء في مقال الخدمات سواء كانت خدمية وبلدية أو في المقالة التنموية ولله الحمد المقالة السبلدية بدأت أعمالها في شهر واحد ولله الحمد الآن وصلت إلى ستة شهور تقريبا حقيقة لا يقفى على الجميع أن مزارة المقالة السبلدية لم تقوم إلى الآن إلى الدور المنط بها وتواجه الكثير من العراقين في هذا المقال ونتمنع أن تكون الأفضل إن شاء الله في الفترة القادمة محمد إذن لا شكاً من الأمور المسلم بها إن هذه المجالس لها أهم بيتها خاصة في مشاركة المواطن في اتخاذ القرار أو في توجيه التنمية على مستوى المحلي في ولايته أو محافظته كيف إذن تعطي هذه المجالس البلدية دفعة قوية كما أشار الأخ علي للتجربة السياسية العمانية ما الذي تضيفه للتجربة الديمقراطية بسم الله الرحمن الرحيم أولاً شكراً جزيلاً على استطافتكم لنا في هذا البرنامج وعلى القائمين عليه وهذه فرصة أشكر فيها كل من ساهم في تشريفي بعضوية المجالس البلدية وسائلنا الله العليل القدير أن يوفقني ويوفق كل من انتخب أو كلف بهذه المهمة تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة الذي في الحقيقة أرسى دعاء من النهج الديمقراطي في البلد وكفل الحق للمواطنين ولكل مواطن أن يدلي برأيه أو يشارك باتخاذ القرار سواء عن طريق إرساء القوانين والتشريعات والرقابة التي أوكلت لمجلس شورى أو عن طريق إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات التي كلفت بها المجالس البلدية بصورة عامة هذه المجالس مثل ما ذكر الأخي علي مجالس مهمة جدا ونتوقع حقيقة أن يكون لها دور بارز وتكون منعطف باتجاه التنمية في جميع المجالات التنموية والخدمية في المحافظات ضمن الإطار السياسة العامة للبلد وفق كذلك الخطط الموضوعة لهذه المجالس وليهذه الخطط بشكل عام جميل يعني الأخ علي كذلك وأنت يعني من العضاء في المجالس البلدية في محافظة مسقط ومجلس البلدية في محافظة مسقط الواقع فعلا أن هناك طموحات هناك تطلعات لما يمكن جنيه من ثمار لهذه المجالس واحدة من هذه التطلعات أنه بإمكانية أن تفتح المجالس البلدية البابة أمام توزيع المسؤوليات أمام التخفيف من شكل المركزية أمام تكدس المسؤوليات وبالتالي هناك أكثر من 30 أو نحو 30 اختصاصا شاملا يعني مجالات العمل البلدي وبالتالي يمكن تفتح فعلا مجالات تتعلق بتوزيع الأدوار شكرا جزيلا عن الاستضافة شكرا لمن أوصلونا إلى هذا الموقع وشكرا أيضا لمولانا لعطائه هذه الثقة في المواطنين للاطلاع بأدوار الأدوار فيما يتعلق بالمجالس البلدية ولا شك أن تقربت المجالس البلدي هي تقربة حديثة في جانب منها وعتيقة في الممارسة العمانية نعم صحيح في هذه التجربة فلا شك أنه تجربة المجالس البلدي على يعني نحن الآن بعد مضي ستة أشهر من التجربة أعتقد أنه الوقت قصير حتى نستطيع إعطاء تقييم لهذه التجربة وعادة التقارب الإنسانية تحتاج إلى فترات زمنية صحيح حتى تأخذ مسارها الطبيعي وبالتالي يقب إعطاء هذه التجربة والتريث حتى تعطي الأكل الطبيعي فنحن الآن في المجلس الأول يعتبر اعتبارا بعد الانتخابات فهي تعتبر المجالس في دورتها الأولى هذه التجربة معول عليها أن تؤسس لما بعد هذه المرحلة إن شاء الله ونأمل أن تعطي يعني للمواطن ولعمان أيضا السبق في أنها تؤسس هكذا التجربة بإذن الله ناجحة طيب هنا يعني خلنا نتكلم كما أشار الأخ علي التجربة في بداية ولا يمكن طبعا الحكم عليها هذا أمر مسلم به ولكن نريد أن نقف على وضع هذه التجربة حتى تمضي في طريقة صحيح الأخ علي يعني كيف بدأت معملكم سواء فيما يتعلق بتنظيم عمل المجلس البلدي توزيع المهام الأدوار اللجان بداية الأخ يوسف أحب أوضح أن التجربة في سلطنة ليست تجربة حديثة على العكس تماما التجربة بدأت من 1932 تقريبا في محوظة مصقل فلا أعتقد أنها الجديد يعني هو كما شار الأخ علي أن هناك في ممارسة عتيقة ولكن نحن نتكلم عن التجربة من بعد الانتخابات التجربة بعد الانتخابات يعني كأننا بدأنا من الصفر ما الذي فعلتم خلال الشهر الماضي والله في الحقيقة قدمنا جموعة من الاقتراحات والتوصيات والأراء في خدمة محافظاتنا في كافة محافظات السلطنة بما نرى يخدم نواحي التنموية والخدمية في المحافظة ولكن للآن لم يحدث شيء قديد يعني قدمت الاقتراحات طيب قبل تقديم الاقتراحات يعني من بداية شهر ناير إلى الآن هناك طبعا عمل خاص باللجان بتنظيم العمل يعني نريد أن نقترب أكثر لمدارة من هذا التنظيم طبعا المقالة السوبرادية تشكلت منها مقبوعة من اللجان وهي ثلاث لجان واللجان طبعا قامت بدورها الكامل مع ضعف يعني في النواحي الإدارية التي تتابعة كأمانة للمجلس ونشابها ذلك ولكن المقترحات التي تقدمت بها هذه اللجان أو تقدموا بها أعضاء المقالة السوبرادية للمحافظة لم ترى النور إلى الآن مع القهد الواضح من أعضاء المقالة السوبرادية وأيضا من اللجان التابعة للمقالة السوبرادية لكن لم ترى النور أي من هذه المقترحات إلى حد الآن هل لأن المجلس قديد لكن أنا أعتقد أن السشور ليس بفترة بسيطة طيب ما هي أبرز الإختصاصات الأدوار التي قمتم بتفعيلها طبقا لما حددوا القانون أو التي ترى من الأهمية أساسا التركيز عليها حقيقة التركيز بداية على الأمور الخدبية التي تخاصب بالبلديات وخاصة بالإسكان من ناحية الطرق ومن ناحية الإنارة ومن ناحية النظافة وأيضا الصرف الصحي والمخططات الإسكانية والإشراف على وضع هذه المخططات حتى لا تصير في بعض الأحيان يكون المخطط الإسكانية على سبيل المثال في مقاري الأودية وما شابه ذلك فلابد من يطلع المجلس بلدي على هذه المخططات وحقيقة المجلس بلدي اخترحت الكثير من هذه الأشياء ولكن الآن المسؤولين في المحافظات لم يعوا الشراكة التي تربطها مع عضو المجلس بلدي وما زاروا يحتفظون بسرية بعض المعلومات وأيضا لم يشاركوه بشكل رئيسي في هذه الأشياء سنت إلى هذه النقطة ولكن لخ محمد يعني إلي مدى أنتم نجحتم حتى الآن في نقل هموم تطلعات المواطن الخدمية من خلال ما قمتم به من الاجتماعات من وجهة نظري بالرجوع إلى اللايحة التنفيذية المنظمة لقوانين عمل المجلس البلدية وبالاختصاصات التي أوكلت لها وهي بشكل عام إبداء الآراء والمقترحات والتوصيات في الظواهر العامة التي نلمسها والمسها المجتمع بحكم اقتراب أعضاء المجلس البلدية من الأهالي بصورة عامة فمن وجهة نظري رفعت العديد من الظواهر والدراسات وزعت على اللجان الثلاثة التي تفضل فيها الأخ علي وذكرها كثير من اللجان وكثير من الدراسات والظواهر أساس من أسس نجاحها والإنجازات اللي ممكن تذكر في هذا الجانب تواصل تكافل أو خلنا نقول تواصل وخلق نوع من التفاهم بين أعضاء المجلس البلدية وممثلي المصالح الحكومية بشكل عام حقيقة أنه متفائل جدا بالعمل في هذه المجالس لأنه لمسنا العديد من الإنجازات خلال فترة ستة أشهر الأخيرة وهنا دائما أقول يمكن أن هذا الأمر مرتبط بشكل رئيسي على مدى تفاهم وتجانس أعضاء المجلس البلدية والتعاون بينها وبين المصالح الحكومية بشكل عام كثير من الظواهر وضعت ونوقشت في هذه المجالس قسمت إلى الظاهرة يعني الظاهرة أو المشكلة بشكل عام إذا طرحنا عليها يسمى مشكلة مسبباتها سلبياتها سواء كانت إيجابية أم سلبية ومن ثم وضع حلول مقنعة بإثباتات ودراسات معينة لإقناع أعضاء المجلس البلدي أعضاء هذا المجلس البلدي وكلهم في محافظة ورأينا حقيقة كثير منها الحمد لله رب العالمين بدأ يؤخذ بها وتتبنى كثير من المصارح الحكومية بعد ما وصلوا لمرحلة من الدراسة قدر الإمكان للوصول لمثل هذه الظواهر إذا حبيتنا نذكر بعض الأمثلة على مثل هذه الظواهر بشكل سريع تناقش عادة تناقش كثير من الظواهر على سبيل المثال وجود الظواهر معينة وهي ظاهرة عامة في مختلف إنحاء ما انتشار على سبيل المثال مقاهي الشيشة الموجودة في الأحياء السكنية وبشكل يعني ما أعتقد أن يختلفون على الضرر الموجود من وراء وجود مثل هذه المقاهي أو ظاهرة الموجودة في الأحياء السكنية تم تدارسها وضحها بشكل منطقي وظهار سلبياتها ومن ثم وضع حلول واضحة أو مقترحات لتبني المجلس لهذا قام المجلس بتبني هذا الحلول وفعلا وجدت حلول معينة تبنتها المديرية العمل البلديات المسؤولة عن هذا الأمر وبدأت فعلا في الشروع بتقليص وجودهم في الأحياء السكنية تدريجيا لحين الوصول إلى مرحلة يعني لإنهاء وجودهم في الأحياء السكنية من الظواهر الأخرى الظاهرة جدا عسيب المثال في بعض المحافظات تجد فيما داخلها أنشطة دجارة معينة وهذا أحد الأخصاصات الرئيسية للمجالسة البلدية لمناقشتها يعني بعض الأنشطة تجارية قد لا تكون مناسبة في وجود يعني وجودها في المداخل الرئيسية للمحافظات مثل على سبيل المثال أنشطة تغيير الزيوت والإطارات جميل فتم وضعها وضع المقترحات لهذا الجانب وإيجاد البدائل والحلول فنقلت إلى أو تم الموافقة على نقلها في المناطق الصناعية جميل يعني نجد هناك نشاط ونجد هناك نقاحات قدمتها المجالسة البلدية في بعض المحافظات وربما هنا يعني الأخ علي يلقي بعض العتب لبعض الممثلين للجهات الحكومية طيب إذا ألقينا هنا نظرة على الجهات الحكومية أبقى معك الأخ علي المعشرين إذا ألقينا نظرة على الجهات الحكومية المشاركة في المجالس البلدية طبعا هناك أدوار منتقاء خاصة من هذه الجهات وزارة البلدية الأقليمية موارد المياه بلدية مسقطة وبلدية الظفار كذلك وزارة تربية والتعليم الإسكار الصحة أشياء المناخية نريد أن نعرف ما مدى تعاون هؤلاء المثلين معكم هل هناك تعارض تجد هل هناك يعني عرقلة من قبلهم في الواقع ربما ما يكون تعارض هي يمكن الإشكالية ثقافية لا أكثر ماذا تقصد إشكالية ثقافية؟ يعني القانب الرسمي دائما يعتقد أنه أي حد من خارج إطاره يعتبره مضادله بينما مفترض أنه يصير في تفكير إيجابي بحيث أنه الرسميين أو المؤسسات الرسمية تأخذ هذه المؤسسات كمؤسسات رافدة إلها داعمة إلها متكاملة معها هنا تجربة ذكرها الأخ محمد يعني بنأخذ بكثير ببعض التوصيات أو بالعديد من التوصيات التي طرحت وكانناك كما أفهم من حديثه في تعاون وفي تفاهم حسب ما فهمنا أنه في بعض المناطق يعني هذه الإشكاليات موجودة ويعايشوها بشكل دائم نحن هنا في العاصمة ربما يعني الأمور أكثر تنظيما والمؤسسات بحكم أنه الوجود المركزي للمؤسسات فيها فهناك يعني الأمور أسهل وبشاركة الأخوة من القانب الرسمي في المجالس الحكومي الحكومي هي في الواقع إثراء لهذه المجالس وتسهيل كثير من القضايا طيب هنا يعني ما أهمية خلنا تكلم عن أهمية كذلك هذا التنوع في الأخصاصات هناك إدارات حكومية كما أشرنا فيها هل تعتقد أن هناك محتاجين إلى إدارات أخرى حكومية تضاف إلى هذه الإدارات؟ نعم بخصوص الإدارات الحكومية غير الممثلين الحكومي اللي موجودين الآن في المجلس أنا أعتقد أنه يفترض أن تكون وزارة التجارة الصناعة ممثلة في مدراء العموم لا بد يكون ممثل مدير عام التجارة وأيضا لوزارة القوى العاملة لا بد يكون مدير عام القوى العاملة أيضا موجود في كعظه في المجالسة بلدية لماذا هنا يعني؟ لأن مثل قميع الوزارات في السلطنة لها اختصاصات في المجالسة بلدية التي لها علاقة؟ لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة فلا بد أن يكون قميع الوزارات لها ممثلين في المجالسة بلدية نتكلمنا عن الوزارات ذات الصبغة الخدمية أكثر نعم طبعا أغلب الوزارات لها صبوة خدمية بخصوص إذا كان عدم تواجد مثلا مدير عام الإسكانة أو مدير عام القوى العاملة فإيضا هذا لها علاقة مباشرة يعني بالمجالسة بلدية فكلها مترابطة مع بعضها يعني وأرى أنه وهذا اتفاق من جميع المجالسة بلدية في السلطنة أن يكونون من ضمن الأعظام في المجالس خاصة من وزارتين القوى العاملة ووزارة تجارة وصناعة طيب أريد أن أقترب أكثر للصورة التي موجودة في محافظة شمال الباطنة طبقا للقانون فإن هناك جهات ممثلة بمدير عام يفترض أن يكون صاحب قرار في المؤسسة الحكومية التي يتبهها على مستوى المحافظة هناك من المهم أن يكون صاحب قرار لتسهيل قرارات متابعتها يمكن أنه يقوم ببلورة الآليات لتنفيذ قرارات المجلس كيف هي الصورة؟ أنا شعرته كأنه هناك في أمر ما؟ في مشكلة؟ أستاذ يوسف حقيقة في فقوة كبيرة بين أعضاء المجالسة البلدية المنتخبين وبين الأعضاء الحكوميين سواء كان في محافظة شمال الباطنة أو في المحافظات الأخرى في السلطنة ما زروا الأعضاء الحكوميين إلى الآن يحتفظون بسرية المعلومات ولا يعتبرون أعضاء المجلسة البلدية شريك لهم في الجوانب الخدمية والتنموية في المحافظة مع العلم أن أعضاء المجلسة البلدية هو شريك رئيسي في أغلب هذه الأشياء وأدى القسم وتحمل هذه الأمانة وأعتقد أنه يحتفظ بسرية المعلومات إذا كانت ليست للنشر فما أتمينا ترى أن هناك بعض الممثلي إدارات الحكومية لا يتجاوبون كثيرا مع أعضاء المجلسة لا يتجاوبون وهناك حاجة لتوجيه نعم هناك لابد من تدخل معاري الوزراء بخصوص توقيه المدراء الأمو في المحافظات بإشراك أعضاء المجلسة البلدي بشكل مباشر في أغلب الأشياء التي تخص أعضاء المجلسة البلدي واختصاصاته وليس هناك سرية تكون بين أعضاء المجلسة البلدي وبين مدير نعم خاصة في المجال التي تخص الأعضاء المجلسة البلدي فهو شريك رئيسي في هذه الأشياء وحقيقة في عدة مرات كثير من المرات المدراء العموم يواجهوننا بأنه لا نستطيع إشراككم في هذا المجال وفي كثير من الأشياء بإمكاني أشارككم فيها مثل مواضيع الطرق الطرق لا بد أن يكون عضو المجلسة البلدي شريك رئيسي في اختيار مسارات الطرق واختلاح حماكن الطرق وأماكن تواقيدها وما شابه ذلك وأيضا طالب عضو المجلسة البلدي بهذا الشيء سواء كان في المجلسة البلدية أو عن طريق مدراء الدوائر أو مدراء في الولايات لكن ما زالت تحاط بالسرية ولا يشرك يعني أبقى معك نقطة أخرى مهمة في النقاش هذا نتوقف عند آلية عمل المجالس من حيث أقاد الجلسات الاعتيادية كل شهر طبعا القلسات العديدية شهرية ويتواجد فيها المدير العام له خاص بوزارة معينة مثلا لكن إلى الآن يعني ما زالت يعني هذه الإشكالية لم تحل طيب ألا يطرح ذلك في نقاشك مع سعادة المحافظة عندما يرأى هذه الجلسات والله يطرح عدة مرات وسعادة المحافظة يوجه الأخوة المدراء العموم بضرورة تعاون مع أعضاء المجالسة البلدية لكن بعد ذلك عند مناقشة المدراء العموم أو في مكاتبهم مثلا أو في المدراء في الولايات تقد يعني شيء يختلف يعني اختلاف كلي عن ما كان متفق عليه طيب فهناك عمونا هناك فجوة كبيرة بين المدراء العموم وبين أعضاء المجالس البلدية لهم الأعضاء الحكوميين لا نعمم يعني هذه الفجوة يعني من واقع هناك في تفاوت بين مجلس بلدي هنا ومجلس بلدي هناك طيب فيما يخص كذلك يبقى معك الأخ محمد يعني فيما يخص في مسألة وجود أعضاء المجالس البلدي في لجان شؤون البلدية والتي كما علمت ربما تضم ثلاثة عشر عضوا يعني أسهى والي الولاية كيف وجدتم أهمية تواجدكم أنتم في لجان يعني هذه البلدية في دعم جهود المجلس البلدي خاصة ما يتعلق باحتياجات الولاية أو لويات الخطط المشاريع التي أشار إليها الأخ علي الرشيدي قبل أن أبدأ في التعليق على هذا الموضوع أأكد على كلام زملائي في المحافظات الأخرى يعني بالرغم من وجود بند صريح وواضح في اللواحة المنظمة المجالس البلدية في فصل الحقوق واجبات الأعطاء لنص بشكل صريح على حقية العضو في الحصول على أي معلومات وبيانات من أي جهة أو مصلحة حكومية تخدم البحثة والظاهرة التي يقوم بدراستها وتدعيم هذه الدراسة وإيجاد حلول لها بشكل عام بالرغم من هذا الوضوح حقيقة في بعض الجهات نجد تحفظ كبير وواضح على مثل هذه البيانات مع التأكيد أن هذه البيانات بيانات عامة وفي ظاهرة يلمسها الجميع ولكن ما زال التحفظ هذا موجود في هذا الجانب إذا نشيد في جانب معين واضح وإنجازات هناك إنجازات واضحة كبيرة جدا ولكن هناك بعض العراقي بعض الملاحظات التي تحتاج مثل ما تفضل عليه إلى فهم هذه الثقافة ثقافة التعاون بين الأطراف وأعتقد أنه من الضروري جدا مثل ما تفضل ممثل محافظة شمال الباطنة من الضروري يعني خلق نوع من التوجيه والتعميم بشكل رسمي هذه الجهات للتعاون بشكل أيسل وأسهل لتسهيل العمل لأنه في النهاية لا بد من تكاتف بين الطرفين والأمر هذا موجود هذا ليس تعميما كذلك نقول لا نعمم على الجميع ولكن وجود بعض الدوائر مع المعينة أصبحت نقطة واضحة حقيقة طيب ناتي إلى تواجدكم في اللجان شؤون البلدية نعم اللجان البلدية مرة أخرى ترأس من قبل أصحاب السعادة الولاة يعني تمر عليها جميع المواضيع التي تعلق بالأمور الخدمية بصورة عامة وتنموية في المحافظة بها مجموعة من الممثلين الممثلين الأهالي بالإضافة إلى اثنين الممثلين الولاية التي يكون فيها هذا المجلس عادة تناقش مختلف المواضيع أهميتها في وجود مجموعة أخرى أو أشخاص آخرين غير أشخاص غير أعضاء المجالس البلدية المثلين لهذه الولاية وهذا بالطبع يضيفون فكر وتجربة جديدة ويدعمون هذه المقترحات والتوصيات فبالطبع ترفع في النهاية إلى المجالس البلدية لأقرارها ورفع التوصيات فيها بشكل عام ولكنها تبقى يعني يفتر تكون هي الأقرب كما هو حال الأعضاء المجالس البلدية بحكم قربهم وتواصلهم مع الأهالي فالاثنين أعتقد يكملون بعض لذلك وجودها مهم كما هو كما أهمية الأعضاء المجالس البلدية ما مدى تفاعل الأعضاء في لجان شؤون بلدية معكم أنتم بحكم يعني كذلك يختلف الوضع من ولاية لأخرى إذا كان هناك تعارف مسبق وتفاهم وتجانس في الفكر بين هذه الأعضاء وفي مقدرة على الإقناع والتوجيه والتحاور في هذه المجالس يعني سيكون لها مردود وأثر كبير جدا على القرارات المجلسة بالجانب بالجانب التمثيل الحكومي في المجالس البلدية هناك يعني اثنان من أهل المشورة والرأي تم اختيارهما من أبناء المحافظة من وزير الداخلية أو من وزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار هذا البند كان عليه تباين يعني في الأراء ما هي الأهمية من وراء وجود أهل خبرة المشورة في مجالس منتخبة من خلال التجربة القصيرة التي عايشتموها في الواقع أهل الرأي والمشورة وجودهما مكمل لأنه أيضا يمكن هناك قطاعات في البجتمع ما تتمثل يعني بأعضاء في مثل هذه المجالس فأوجود هؤلاء يعني يمكن لفتة من المشرعين في أن يكون تواجد أيضا لمثل هذه الفكر يعني مثل هذه الأشخاص فأتصور أنه وجودهم إثراء للمناقشات لبستم ذلك يعني معنا موجود في أعضاء يعني وجودهم قيم في المجالس عودة إلى موضوع الليجان الشؤون البلدية في الواقع الأهم مفصل في العمل البلدي هو الليجان الشؤون البلديات في الولايات فهذا الليجان وقدت أساسا لفرز الآراء والأفكار والمشاريع والطروحات داخل كل ولاية بحيث أنه يتم الاتفاق على ما هو مطلوب من المجلس أنه يدعمه أو يوصي بشأنه في الأعمال المتعلقة بالعمل البلدي فوجود هذا الليجان ذات أهمية كبرى ونأمل أن تكون مفعلة في كل المناطق في كل المحافظات بشكل يعني يضيف أو بالعكس هي الأساسا المصب الرئيسي لكل الأفكار المتعلقة بالولايات جميل طيب هناك يعني الأخ علي الماشر هناك من يرى أن فعالية حقيقة المجال السبنذية مرتبطة في جانب كبير منها بمدى نشاط العضو نفسه بمدى فعاليته ومدى ثقافته ومدى الطلاع وبما يدور في مجتمع المحلي وهذه يعني كذلك ليست متوفرة في جميع العضاء الذين تم انتخابهم كما يقول بعض نعم حقيقة حتى ولو كان في بعض الأعضاء لهم غير مجدين أو مثلا غير مفاعلين في هذه المجالسة البلدية لكن بالرغم من ذلك هناك أعضاء آخرين ففي الولايات يوجد عضوين أو أربعة أو ستة أعضاء وبالتالي هم يكملون يكملون بعضهم البعض فلا أعتقد أن هناك إشكالية بهذا الموضوع أحب أرقع لكلام زميلي الأخ المعشري محمد مسقط بخصوص اختيار الأعضاء الغير منتخبين أهل المشورة أهل المشورة أنا عندي اعتراض على هذا الموضوع حقيقة وأنا لا أتكلم عن محافظة شمال الباطنة أتكلم عن جميع محافظات السلطنة أعتقد أن الأعضاء المتخبين فيهم الكفاية و المفروض أن المحافظات تكتفي بالأعضاء المتخبين لهم ممثلين للشعب وبالتالي أرى أنه لا داعي هناك لاختيار أعضاء يعني عن طريق معالي وزير الداخلية عن طريق المحافظين فأعتقد أنه يعني لا داعي موجود هذا الكم الهائل أو العائل الكبير من أعضاء المقارسة بلدية الموضوع الآخر من الموضوع لقنا تشوان البلدية نعم لقنا تشوان البلدية فيه إشكالية في حقيقة في بعض الولايات أعضاء لقنا تشوان بلدية هم أكثر عددا عن أعضاء المقلس البلدي عسب المثال في ولاية لوا أربعة أعضاء لقنا تشوان بلدية مقابل أعضوين من المقلس البلدي وبالتالي بعض الحال تحدث إشكالية هذا أعضاء منتخبين وهذا أعضاء معينين فالعضو المنتخب يعني يفقد كثير من قوته في تمرير كثير من اختراحات والتوصيات طيب نأتي إلى محور آخر يعني العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس الشورى هل هناك تعاون أم تداخل بين نشاط أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشورى لمتخبين في الولايات في ظل يعني وجود مطالب حقيقة خدمية للناخبين خلال الحملة الانتخابية لأعضاء المجلس الشورى ولأعضاء المجالس البلدية نتمنى ويتمنى الكثيرون إيجاد من يخلق نوع من اللقاءات الدورية المنظمة بين أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجالس الشورى لأن المجالس البلدية دائما وضعها وصلاحياتها مقتصرة داخل المحافظة نفسها وكما سلفنا مربوطة جميعها بالنواحي التنموية والخدمية في هذه المحافظة فحقيقة نشعر كثير أن تشعر هذه المجالس بحاجة إلى دعم من الأخوة في مجلس الشورى وممثلين الولاية فمن الضروري خلق اجتماعات دورية منظمة سواء بتوجيه من أصحاب السعادة المحافظين المحافظين المحافظات لعقد لقاءات دورية منظمة للتشاور في كثير من الأمور خصوصا الظواهر العامة الموجودة في المحافظات والتي تحتاج إلى دعم أن يستطيع الوصول إلى السلطة التنفيذية أصحاب القرار على مستوى الوزراء على سبيل المثال فمن الضروري جدا هذه فرصة نستغلها لأنها من ضروري جدا نخلق نوع من اللقاءات الدورية بشكل منتظم ونتمنىها حقيقة وتوقع الجميع يتمنى في المحافظات الأخرى برأيك أخ محمد كيف تكمل هذه المجالس البلدية دور مجلس الشورى من خلال أدوار من خلال اختصاصات التي أنت شارت إليها هناك سلطة تشريعية وسلطة رقابية وهي مجالس الشورى ومجلس الشورى المجالس البلدية كما سلفنا سابقا الصلاحات المعطالة هي مجرد إبداء رأي ومقترحات وتوصيات بحكم قربهم الشديد من المجتمع بصورة عامة هذه المقترحات والتوصيات في بعض الأحيان تحتاج إلى تشريع تحتاج إلى لقاءات مشتركة دائمة للنقاش حول هذه الأمور لرفعها على مستوى مجلس الشورى التي من صلاحيات التشريع وسن القوانين ومراقبة تنفيذها بصورة عامة فمن الضروري جدا وجود أو عقد لقاءات مستمرة ركررها مرة أخرى بين المجلسين لإكمال بعضهم البعض يعني ما ممكن بصورة عامة المجلس البلد سيعمل جاهدا مثل ما تفضلت نجاح المجالس البلدية المقرون بمدى نشاط هؤلاء الأعضاء ومدى مقدرتهم على إيصال متطلبات أو على مستوى المحافظة وطلب كذلك الدعم من الأخوة في مجالس الشورى لموضوع سن القوانين في بعض الأشياء لأن هناك كثير من الطروحات توضع ونجد حقيقتها من الصعوبة إيجاد قرار أنا حقيقة انتفاجأت في كثير من الأشياء كأنني أرى ظواهر عامة موجودة في الولايات في المحافظات توقع أن من السهولة اتخاذ فيها قرارات لإنهائها ولكن وجدنا أن كثير من الأخوة المسؤولين في المصارح الحكومية يجدون أمامهم عائق التشريع والقانون لا يجدون قانون واضح ليساعدهم على التعامل مع مثل هذه الظواهر هنا الحاجة ماسة لمن أعطي الصلاحية في التشريع ووضع القوانين ومراقبتها ومتابعتها إذن في النهاية الفريقين مربطين ببعض بشكل كبير جدا وإذا تم العمل بشكل جماعي النتائج توقع تكون أقوى وأفضل ونتمنى من يحمس ويحفز الجميع على هذه اللقاءات الدورية طيب نأتي إلى الطرف الرئيسي في هذه المعادلة وفي كل أحوال هو المواطن بعد بدء التجربة كيف ينظر المواطن لأهمية عضو مجلس البلدي بالتأكيد المواطن ينظر أنه هذا الشخص الذي انتخبه أو الذي اختاره حتى يكون في هذه المجالس هو وسيلته لإيصال مطالبه صوته إلى جهات المنفذة للخدمات فهناك تكامل أساسا بين دور المواطن ودور الأعضاء في المجالس فتصوري أنه تفاعل المواطن ونصايحه مطالبه هي التي تثري البهد هل المواطنون المتفاعلون معكم يعني هناك؟ نعم نقيد كل التفاعل من المواطنين ونعتبر المواطنين هم أساس انطلاق العمل البلدي في كل المناطق طيب لخ علي الرشيدي في المقابل ما مدى هنا استشعار عضو المجلس البلدي بارتفاع وأي المواطن الذي تراكمت لدي يعني خبرات كثيرة عبر تجربة السياسية في متابعة الدور الذي يقوم به عضو المجلس البلدي المواطن في سلطنة بفضل الله المواطن عنده من الدراية الكافية وعنده من المعرفة وعنده من معرفته بواقبه الديمقراطي نتاق الخبرات السابقة في أثناء انتخابات مجالس الشورى وفبالتالي المواطن العماني يستشعر بواقبه الديمقراطي لذلك كان في مرحلة الانتخابات كان في تفاعل كثير من كثير وكبير من المواطنين في اختيار العضو المناسب لكن حقيقة لا أخشاه أن المواطن يمكن يصاب بنوع من خيبة الأمل بعد فترة إذا لاحظ أن عضو المجلس البلدي لم يقدم له شيء خوصا المواطن متفاعل بشكل كبير مع عضو المجلس البلدي وبالتالي اقتراحات هذا المواطن تصعب على عضو المجلس البلدي أن يقدم هذه الاختراحات لأنه رد ربما يكون سلبي وربما يعني يتعذرون بسرية المعلومات أو عدم إمكانية الإطلاع على هذا الموضوع وعدم أخذ اقتراحات تعظم المجلس البلدي يعني بصورة قيدة طيب لغا محمد يعني فعلا نسمع كثير من المواطنين يقولون أننا لم نرى شيئا من المجلس البلدية متى يمكن أن يلمس المواطن البسيط يعني نتائج أعمال المجلس البلدية بشكل واضح وإن كنا تحدثنا يعني أنه من الصعب الحكم على هذه التجربة في ستة أشهر كما يعلم الجميع أن الكثير من يعني سلط كثير من الضوء والاهتمام على انتخابات المجلس البلدية قد تكون لا تقل عن الأهمية الإعلامية التي أعطيت الانتخابات مجلس شورى نعم لذلك يعني المجتمع شرائح مختلفة وهناك فروقات فردية كبيرة جدا من المجموعات من يتوقع يعني شرائح معينة قد تكون متفهمة جدا للأدوار وطلعت على هذه الأدوار متفهمة بأن هذا العضو وهذا المجالس تعمل ضمن سياسة عامة للدولة وضمن خطط موضوع مسبقا في إطار معين وتتفهم أدوارهم رئيسية الموضوع لهم شرائح أخرى من المجتمع دائما ترتجي أن تلتمس النتائج والثمرات بشكل سريع جدا هذه المجموعة حقيقة تحتاج من من الإعلام من إحنا كأعظام مجالس بلدية لقاءات مستمرة توضيح لهذه الأدوار وجني الثمر تحتاج إلى وقت نصف عام ستة أشفر صحيح في العصر الحالي عصر السرعة فترة طويلة جدا ولكن هناك نتائج كثيرة ملموسة قد تحتاج لبعض من الوقت للظهور للميدان ومع هذا نعذر حقيقة نعذر المواطنين ونعذر المجتمع في توقعاتهم الكبيرة جدا من هذه المجالس البلدية لما أعطيت من اهتمام إعلامي كبير جدا خلال فترة الانتخابات الكثير ذكر بأنها ستكون منعطف وفارق كبير جدا نحو تقديم المزيد من الخدمات والتطوير والتنمية فوصل لأذهن للمجتمع بأن هناك أشياء كبيرة جدا قادمة لبعض وصفها قد تكون أدوار يعني لا تقلع عن أهمية مجلس الشورى فيما يخص النواحي الخدمية في المجتمع فعلى المجتمع نتفهم بأن هذا المجلس يعمل ضمن أطر معينة صلاحيات معينة ما زالت صلاحيات ضيقة نوعا ما نحتاج حقيقة هنا نقول فرصة نحتاج لأن لا ننظر إلى المدة الأربع سنوات على أنها مدة قصيرة أو مثل ما تفضلوا الأخوان أنها تجربة جديدة حقيقة أنها تجربة جديدة فعلا ولكن سبقتها تجارب أخرى تجارب الشورى ما يقارب من 22 سنة تجربة المجلس البلدي في محافظة المسقط فنتوقع كان تدارس أو خلق منطقة معينة أو محافظة معينة مثل محافظة المسقط دراستها بعد انقضاء فترة طويلة جدا من هذه التجربة استخلاص السلبيات ومعالجتها لكي لا نقع في تجربة جديدة وكأنها لأول مرة تطبق حقيقة لا نظر على أنها جديدة لأن عمل مجلس شورى بدأ بأمور مشابهة بصورة عامة كذلك المجلس البلدي في محافظة المسقط بالمثل لذا نرجو الإسراع والتفكير بأن هذا العصر سريع جدا الناس يرتجون الكثير من النتائج بشكل سريع جدا يتأكدون أن الناس اللي انتخبوهم حريصين جدا على بدل كل الجهد الممكن للعمل ضمن صراحياتهم وإمكانياتهم اللي ممكن اللي أعطيت لهم خلال من هذه المجال أو في هذه المجال السبلدية طيب علي نتوقع أن هذه التجربة التي بدأت منذ ستة أشهر نتكلم المجال السبلدية المنتخبة بموجب قانون المجال السبلدية الذي صدر ضمن المرسومة السلطانية عام 2011 نتوقع أنها تتطور ضمن تدرج المراحل وليس القفز أو حرق المراحل هو بطبيعة الحال كما أشرنا في السابق أن التقارب الإنسانية محتاجة إلى فترات زمنية حتى تتأخذ سارها في الأداء حتى يتطور الأداء يعني يعني لننظر للتجربة نحن الآن دائما نستحضر دائما محافظة مسقط وربما محافظة ضفار كتجربتين موجودين من السابق بينما كثير من المحافظات لم تكن تتوفر لديها حتى أبسط من هذا البناء يعني التنظيمية الإدارية يعني فبطبيعة الحال تأسيس هذه المقالس بناء على التجارب القديمة ممكن ما تكون أيضا تجارب بمجملها ناجحة يعني فهو أنا يمكن أيد رأي الأخ محمد في أنه يتم تدارس أوضاع المجالس البلدية في صورة شاملة بحيث أنه ما يكون في فوارق في الأداء لأننا نحن ننشد أداء يعني بمستوى عالي لعمان كلها وليس لمنطقة أو لمحافظة أو كذا يعني طيب إذن العودة إليك الأخ محمد كيف يمكن أن يتطور فعلا عمل مجالس البلدية مستقبلا لتكون صوتا مسموئا في القضايا التي تتخصر ولايات أعتقد مرة أخرى بضرورة إسراء في إعطاء صلاحيات تنفيذية قدر الإمكان مقننة ضمن أطر وقوانين معينة لابتعاد عن المركزية قدر الإمكان الآن المعظم المواضيع التي تم طرحها ودراستها تم تداولها عبر اللجان وإذا تخذ فيها قرار أو تصيئ معينة لابد من عودتها إلى الوزارات المعنية في مسقط فهذه المركزية قد تطول الإجراءات ونتائج كذلك من ضمن الأشياء والأفكار التي أتوقع أنها قد تساهم في الإسراع في ظهور منجزات جيدة ضرورة خلق تنافس إيجابي إبداعي بين المحافظات وبين المجالس للتنافس في منجزات وتنعمل مثل المسابقة تقيم كل سنتان على سبيل المثال للأفكار الإبداعية التي من الممكن أن تساهم في إيجاد مورد اقتصادي آخر يضاف إلى هذه المحافظة لتطوير مشاريعها التنموية كذلك من الضرور حقيقة أن تعمل اللجان الفرعية بشكل أكثر مهنية واحترافية تبدل كثير من الجهد وتراعي دراسة أي موضوع يعني يدرس من جميع النواحي توضع فيه يعني توضع فيه المشكلة أو الظاهرة بشكل واضح مسبباتها من ثم يعطى حلول أو مقترحات منطقية واقعية يمكن تنفيذها كما أشرنا سابقا ضمن هذا الإطار الممنوح للمجالس أمر آخر مهم جدا بختصار كل محافظة تختلف عن محافظة الأخرى رب العالمين حبى هذه البلد بجمال متفرد حقيقة تجد الشواطئ والجبال والمديان وكثير من الجمال الطبيعي الموجود فلو خلق لو استم استغلال هذه النواحي الطبيعية الجميلة في المناطق عسي من المثال ممكن يتم اقتراح تشكيء أو خلق محميات جيولوجية معينة ممكن تكون هذا جزء من أدواركم بسبب هذه أدوار دور المجموعات دور اللجان في تنشيط هذا الفكر ووضعه بطريقة ضيف بس أكمل هذه النقطة لأنها مهمة جذب خلق محميات جيولوجية طبيعية ممكن حتى نستقطب فيها طلبة من خارج السلطنة من جامعات تعاقدات مع جامعات خارجية لزيارة هذا الكتاب المفتوح من جميل أشكرك أشكرك الأخ محمد أشكرا لك إذن مشاهدنا الكرام الواقع عن الأمال كبيرة في أن تسهم المجالس البلدية في صنع وتوجيه التنمية على مستوى الولاية أو المحافظة في مختلف المجالات الخدمية التنموية المطروح على ساحة العمل الوطني البلدية كما أن قانون المجالس البلدية الذي جاء لتنظيم شؤون هذه المجالس لتسهيل عملها لتحديد اختصاصاتها بما يمكنها من أداء عملها من تحقيق أهدافها مثل غير من القوانين يمكن أن يخضع للمراجعة للتقييم للتعديل لتطوير متما رؤيا من خلال الممارسة العملية والتنفيذ أنه بحاجة إلى ذلك في الختام هنا نشكر حقيقة ضيوفنا الكرام الأخ علي بن بارك الرشيدي عضو المجلس البلدي في محافظة شمال الباطنة الأخ محمد بن علي البادي عضو المجلس البلدي في محافظة المبريمي والأخ علي بن سالم المعشر عضو المجلس البلدي في محافظة مصطط كما نشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم نلتقيكم من أسبوع المقبل في شأن آخر من شؤون الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته